كنا عرضنا في الفيديو السابق إلى موضوع سياق ظهور الميثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم وأنا الأواني الآن إلى التعرف على مضمون الميثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم على الشاشة لدينا ثماني عنوين لهذه المواد التي تضمنها الميثاق السعودي لأخلاقية المهنة نذكر فقط بأن الميثاق السعودي لأخلاقية المهنة قد صدر بالمرسوم السامي الكريم في ثمانية واحد ألف واربعمائة وعشرين سبعة وعشرين هجرية الموافق لألفين وستة ميلادية هذا تاريخ مهم جدا على الأقل يهم كثيرا مؤرخي التربية في التاريخ السعودي الحديث ماذا تضمن الميثاق؟ قلنا تضمن ثماني مواد عنوينها كالتالي المادة الأولى تعريف المصطلحات سنأتي إليها في الفيديو المواني المادة الثانية أحداث الميثاق المادة الثالثة رسالة التعليم المادة الرابعة المعلم وأداءه المهني المادة الخامسة المعلم وطلابه المادة السادسة المعلم والمجتمع المادة السابعة المعلم والمجتمع المدرسي والمادة الثامنة المعلم والوسرة ربما هكذا في البداية اللافت للنظر هي بشكل أساسي أو بشكل مميز هي واو العطف هذه أو واو الوصل هذه التي تتكرر في بقية المواد من المادة الرابعة إلى المادة الثامنة ثم تكرر عبارة أو مصطلح المعلم إذن يبدو من البداية أن هذا المثاق يركز على علاقة المعلم هذا هو المعلم بالأطراف المحيطة به الأطراف المختلفة سواء كان المهنة، سواء كان الطلاب، سواء كان المجتمع، سواء كان الأسرة سواء كانت بيئة العمل إلى غير ذلك، سواء كانوا الزملاء في كلها فإذن سنتي الآن إلى شرح إذن في واقع الأمر المادة الأولى المادة الأولى وهي التي تتعلق بتعريف المصطلحات إذن طبعاً ككل نص قانوني في العالم، كل النصوص القانونية في العالم تبدأ دائماً في الأغلب بتعريف المصطلحات لماذا تعريف المصطلحات؟ لأنه مهم جداً أن نتفق منذ البداية عن معاني الكلمات التي ستستخدم فيما بعد يعني تجنباً للتأويل وتجنباً للغموض وتجنباً لسوء الفهم فإن النصوص القانونية بشكل عام في العالم، هذه طبيعتها، تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية التي سيتم استخدامها في المواد التالية بالنسبة للمثاق السعودي لأخلاقية المهنة، يرى أن هناك ثلاث مصطلحات أساسية سيتم تكرار استخدامها ولابد من التوقف عندها منذ البداية، لذلك فالمادة الأولى هي التعريف للمصطلحات لأهمية هذا العام بالنسبة للمادة الأولى، يقول يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرير كل منها أخلاقية المهنة، نقطتين السجاية الحميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون في حقل التعليم العام فكراً وسلوكاً أمام الله ثم أمام ولاة الأمر وأمام أنفسهم والآخرين وترتب عليهم واجبات أخلاقية هذا هو المقصود بمثاق أخلاقية المهنة بهذا المصطلح هي السجاية الحميدة والسلوكات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون في حقل التعليم فكراً وسلوكاً أمام الله وأمام ولاة الأمر هذا هو تعريف المصطلح الأول يقصد بمثاق أخلاقية المهنة ما ذكرناه ثانياً المعلم يقول المدى الأولى بالنص المعلم نقطتين المعلم والمعلمة والقائمون والقائمات على العملية التربوية من مشرفين ومشرفات ومديرين ومديرات ومرشدين ومرشدات ونحوهم ونحوهم يعني هنا المعلم هو كل من يتدخل في العملية التربوية مباشرة المعلم ليس فقط المدرس المدرس الذي ينقل المعرفة وينقل العلم هو جزء وهو أحد المعلمين لكن أيضاً كل من يتدخل في العملية التعليمية تنسحب عليه صفة المعلم حسب المثاق حسب نص المثاق بقي المفهوم الثالث المهم المصطلح الثالث الذي ينبغي تعريفه هو الطالب المادة الأولى تقوله بالنص الطالب نقطتين الطالب والطالبة في مدارس التعليم العام وما مستواها وما مستواها يعني ممكن أن يكون تعليم أهلي أو تعليم عام المهم هو ذلك الشخص الذي يتردد أو ذلك الشخص المرسم بمدارس التعليم بشكل عام سواء كان تدريب سواء كان يعني تعليم أهلي أو خاص أو تعليم عمومي المهم تنسحب عليه صفة الطالب إذن نلاحظ أن من المادة الأولى أن هذا المثاق سيستخدم بشكل أساسي مفهوم مثاق خلاطية المهنة سيستخدم بشكل أساسي مصطلح المعلم وسيستخدم بشكل أساسي مصطلح الطالب لذلك يخصص أو يفرد المادة الأولى لشرح هذه المصطلحات المادة الثانية من هذا المثاق تتعلق بأهداف المثاق أهداف المثاق ولاحظ أن الأهداف تم إعلانها مباشرة منذ المادة الثانية يعني لم تترك مثلا إلى النهاية لا تم إعلانها منذ البداية طيب ما هي أهداف المثاق لخصنا نحن هنا في الشرح لخصنا واختزلنا هذه الأدفة أربع نقاط النقطة الأولى المساهمة في تطوير المجتمع الذي ينتمي إليه المعلم ثم تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته ثم ثالثا إفادة الطلاب من المعلم ثم تحبيبه لطلابه يعني تلخيصنا نحن أو اختزلنا نحن لنص المادة الثانية التي سأقرأها الآن تقول المادة الثانية يهدف المثاق طبعا المثاق السعودي إلى تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته والارتقاء بها والإسهام في تطوير المجتمع الذي يعيش فيه وتقدمه والتحبيبه لطلابه وشدهم إليه والإفادة منه وذلك من خلال الآتي واحد توعية المعلم بأهمية المهنة ودورها في بناء مستقبل وطنه ثنين الإسهام في تعزيز مكانة المعلم العلمية والاجتماعية ثلاثة حفظ المعلم على أن يتمثل قيم مهنته وأخلاقها سلوكا في حياته إذن هذه هي مضمين المادة الأولى باعتبارها تعريف المستلحات ومضمين المادة الثانية باعتبارها أهداف المثاق فماذا عن المادة الثالثة والرابعة؟ سيكون هذا موضوع الفيديو الموالي ترجمة نانسي قنقر